ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فالوقت هو رأس مالك بل هو حياتك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فاغتنم وقت فراغك في طلب العلم النافع قبل أن تشغل عنه بتجارة أو وظيفة أو غير ذلك واغتنموا في التفكر في آيات الله في الكون وفي النفس البشرية قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واغتنموا في تحصيل الشهادات الأكاديمية والدورات العلمية كدورات الحاسوب وغيره فإنها تنفعك في دينك ودنياك وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز واغتنموا في الأعمال التنموية التي تعود عليك وعلى المجتمع بالنفع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل واغتنموا في ممارسة الرياضة التي تقوي جسمك وتنشطه فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ومن اغتنام الوقت التخطيط للإجازات والوطلات الرسمية قبل مجيئها كيف يكون استثمارها في عمل مفيد فاستثمر وقت فراغك فيما ينفعك واحذر من تضيعه حتى لا يكون عليك حسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر